ذكروا بعض المفسرين ذكروا أن الجاه هناك تنافر أو تكاثر في الجاه ما بين الأنصار حتى لدرجة أنهم وصلوا إلى المقبرة وقالوا منا فلان ومنا فلان ومنا فلان ومنا فلان فقيل أنها نزلت هذه الآية بمعنى أنه كان هناك تكاثر بالجاه وتكاثر بالطيب وتكاثر وتكاثر فنزلت فقال ألهاكم التكاثر وورد بعض الأثار أنها تعدل سدس القرآن وأن هذه تعدل آية تقريبا أو من آيات القرآن الكريم يعني يذكرها وتروى من باب قضية الاستئناس عجيبة هذه الصورة نذكر أن الشيخ بن سعدي له كتاب اسمه قواعد الحسان في تفسير القرآن المنان وتفسير كلام العزيز المنان فذكر قواعد ومن القواعد قال أن الآيات قد يكون فيها حذف الحذف يدل على التعميم وضرب مثال بهذه الآية ألهاكم التكاثر لأنه قال هنا التكاثر في ماذا هلو التكاثر في قضية المال أو التكاثر بالجاه أو التكاثر مثلا بالمقتنيات بالكسور بالسيارات يعني الحذف الذي جاء في هذه الآية يدل على أن التكاثر قد يلهي في شتى أنواع التكاثر سواء في الملبس سواء في المال سواء بالجاه مثل ما حصل في القبيلتين من قبائل الأنصار التي تكاثرت به منا فلان ومنا فلان ومنا فلان يقول أنه بين الحارث والخزرج فجاء قال ألهاكم التكاثر والتكاثر قد يلهي حتى أني في يوم من الأيام كنت أستغلق مع واحد من الشباب مشغول بالتقنية قال حتى التقنية ألهتنا الحكم التكاثر تلقى إذا حين عندك تطبيق سناب وتك توك أنا ما عندي لا سناب ولا تك توك لكن تويتر وندخل وشوي لا في تطبيق ثاني ودخل وكلها تكاثرت علينا تكاثرت الزباع على خراش فما يدري خراش وما يصيد ثم قال حتى زرتم المقابر أنا ودي بس في معنى التكاثر والله أنك فتحت علينا الحقيقة سبحان الله جافي خاطر قضية التكاثر في أعداد المتابعين صدقت أحسن ترى هذا للأسف أنه أصبح أحيانا هم قد يذهبك إلى أشياء تقولها وأنت أصلا ما أودك تقولها بسبب أنك أودك تكثر المتابعين هذا قضيك من التكاثر أيضا وقد تكون فتنة أبو عمر قضية المشاهدات لمقطع لك من واحد من شاهد يقول أحيانا ندخل نشوف المتابعين كثرة أو المشاهدات كثرت من باب قضية نشوف الخير وصل هو أحيانا شيء في الداخل حظ النفس حظ النفس لسأل الله أن يعيدنا من أنفسنا الضعيفة سبحان الله قال ثم حتى زرتم أحد العراب يقول مدام في زيارة هكيد سينتقلوا من المقابر إلى شيء ذاني حتى زرتم المقابر وهذا دليل على القبر ودليل على عذاب القبر ووجوده ومن عقيدة المسلم ثم قال كلا سوف تعلمون كلا في الآيات المكية أكثر من كلمة زجر كلا ثم عادة تتبع مما بعدها سوف تعلمون وهنا حذف أيضا تعلمون ما هذا لذلك الشيخ بن سعدي عندما ضرب هذه الصورة المثال حذف في قضية تعميم الفوائد ترى الصورة حانا تكون الكلمة مكتظة زي التكاثر الآن كم طلعنا منها وحانا يكون المعاني المتولدة من الآي بسبب الحذف كلا سوف تعلمون طيب تعلمون إيش تعلمون مغبة صنيعكم أو تعلمون أن القرآن حق أو تعلمون أن الله سيجازيكم أو تعلمون الأولى للمؤمنين وتعلمون الثاني للكافرين وردت في تفسير هذا الشيء فمعنى من المخاطب كلا سوف تعلمون قيل الثاني أأكد من الأولى كلا سوف تعلم ثم كلا سوف تعلمون كلا ستعلم بكرة غدا أن التكاثر هذا الذي لم يكن لله أن ما غبته عليك عظيم سواء كانت في الدنيا أو كان في الآخر عندما ترى ترى أن هذه الحسنات لربما تطيش بسبب عدم وجود الإخلاص أو لربما هذا النعيم الذي أنت فيه ولم تؤدي شكره قال ثم كلا سوف تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألون يوم ذي عن النعيم